اكد سعدة المهندس كمال بن احمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء ان الهيئة ماضية في تحقيق استراتيجية التطوير التي تنتهجها خلال المرحلة المقبلة والتي تتكز بشكل رئيسي على جعل المشترك محورا اساسيا لكافة خدماتها وذلك بهدف تحقيق تطلعات المشتركين واحداث التحول الرقمي في كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة جاء ذلك خلال الزيارات التي قام بها سعادته إلى كل من مركز الاتصال وغرفة العمليات الخاصة بالمشروع للاطلاع عن كثب على اخر الاستعدادات قبل اطلاق نظام خدمات المشتركين والفوتر الجديد مطلع الشهر المقبل واشار سعادته إلى أن الهدف من الزيارة جاء للتأكد من جاهزية الأنظمة الرقمية والكوادر العاملة على تلك الأنظمة لضمان الحصول على انتقال سلس للنظام الجديد مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون نقطة انطلاق محورية في مجال خدمات المشتركين مضيفا أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تدريب وتأهيل أكثر من ألف متدرب من مختلف الإدارات بالهيئة والجهات ذات العلاقة للتأهب لانطلاقتها الجديدة نحو التحول الرقمي الكامل لأنظمة الكهرباء والماء وأنظمة الفوترة وأضاف سعادته أن النظام الجديد متكامل وشامل من خلال مؤكبته لأحدث التقنيات والمستجدات إضافة إلى أنه سيوفر العديد من المزايا للمشتركين أبرزها تسريع وثيرة العمل بما يضمن سهولة تقديم الخدمات للمشتركين إضافة إلى تغيير شكل الفاتورة لتكون فاتورة جديدة أكثر وضوحا بما يضمن وصول المعلومات بصورة أدق للمشتركين الجديد بالذكر أن مشروع نظام خدمات المشتركين والفوترة الجديد يعتبر أولى المشاريع التطويرية للهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات لجميع المشتركين حيث تعمل الهيئة ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية بهدف إحداث التحول الرقمي في خدمات هيئة الكهرباء والماء لتقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة ترجمة نانسي قنقر